تحفيز رجال الأعمال المحليين والأجانب للاستثمار بالمناطق الحدودية باعتبارها فضاءات جيوستراتيجية أحد رهانة الدولة إذ يرى القائمون على بعض الولايات الحدودية أن هذه المناطق قد عرفت تطورا هاما في الاستثمار خاصة على المستوى الفلاحي طبعا هذه المد الاقتصادي المتنامي على المستوى الحدود خاصة في قطاع الفلاحي قطاع الفلاحي وقطاع التحويلات الفلاحية كذلك للأغرو أليمونتير اللي يراه متنامي جدا في منطقة بير العاتر بالأخذ زراعة الزيتون مع عصر الزيتون وبعض الوحدات في الصناعة المتوسطة والخفيفة هذا هو البديل بالنسبة لنا أكثر من أربعمائة خبير شاركوا في الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها أكد البعض منهم على ضرورة وجود رؤية واضحة لمستقبل هذه المناطق مع تقديم تحفيزات لرجال الأعمال لتسهيل إنجاز المشاريع الدولة يجب أن تعمل تحفيزة المناطق وتعطي مجانا الناس لديهم حرفة وديهم إمكانيات هنا الجوبرنمان يجب أن يعطي استراتيجية تاوه يعطي البروند أكسون تاوه ويديل الماركوتينج عليه وإن الإنفستيسور كي سوى يطرنجي وناشونال يقدر يجي ويقدر يشوف لو كان ما عندهش فيزيبيليتي ما يقدرش يجي ويشوف كيفاش يساهم في تطويل هذه المناطق في حين يرى آخرون أن تحفيز الاستثمار في هذه المناطق خاصة الجنوبية منها يستوجب توفير مصادر الطاقة أولاً كون هذا المجال عامل أساسي في استقطاب المستثمر إذا كان فيه الطاقة رح يكون فيه الناس اللي يستطرح الأراضي وما ذلك الأراضي يكون فيه منتوج والمنتوج يكون فيه تخزين ويكون فيه تحويل ويكون فيه ناشات كبيرة في ذلك المجال بين استغلال الإمكانيات الطاقوية لهذه المناطق الحدودية وتوفير مناخ استثماري ملائم الكل ملزم بتنفيذ فعلي لمخطط يرمي بالأساس إلى ترقية جاذبية الأقاليم دون إهمال المستوى المعيشي لقاطنيها ترجمة نانسي قنقر